اهلا بكم الى موجز اخبار الان كثف النظام السوري والقوات الروسية من تواجدهما في تدمر وقد اكدت مصادر محلية ومواقع تواصل اجتماعي موثوقة هذه التطورات وفي هذا الاطار انخرطت القوات الخاصة الروسية وقوات تابعة للنظام السوري بعمليات مكثفة في المنطقة بدعم كبير من القوات الجوية الروسية وقالت مصادر محلية ان الطرق المحيطة بتدمر ولعليانية مغلقة اذ يعمل النظام السوري والقوات الروسية على تشجيد الخناق على مقاتلي داعش وغيرها من الفصائل المعارضة للنظام في المنطقة توفي الرئيس العراقي السابق والامين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني اليوم ثلاثاء في المانيا وذكرت مصادر مؤكدة في الاتحاد الوطني الكردستاني ان الطالباني توفي اليوم في احدى مستشفيات العاصمة الالمانية برلين بعد صراع طويل مع المرض عادة الحياة لطبيعتها في مدينة بنغازي شرق ليبيا الامر الذي تجسد اخيرا في اعادة فتح ميناء المدينة ومطار بنينة قبل ايام وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثاني تولى تدشين اعادة فتح ميناء بنغازي عبر قدومه للميناء على متن اول سفينة شحن في خطوة رمزية تؤكد عودة الامن والاستقرار للمدينة سيطر الجيش اليمني على مواقع جديدة في مديرية اكتاف والبقع في محافظة صعدة قرب الحدود السعودية وقال مصر عسكري ان القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على عدة مواقع منها تبت عبدالعزيز ومواقع الاشطيبات التي تقع على مشارف اكتاف مركز مديرية اكتاف والبقع اضافة لموقع كان قد سيطر عليه مسلح الحوثي واتباع صالح الاسبوع الماضي امر الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتسيير جسر جوي لتقديم امدادات اغاثة عاجلة للاجئ روهينغا الفارينة من ميانمر بظل تزايد حدة اعمال العنف والاضطهاد ضدهم وتدهور الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين الذين يقدر عددهم حتى الان بحوالي نصف مليون لاجئ في موجة نزوح تعد الأكبر من نوعها منذ عقود الامر الذي يشكل ضغطا كبيرا على المؤسسات الانسانية والجهات الموفرة للمساعدات كشفت تقارير صحفية بريطانية ثلاثة ان ارسنال وباريسان جيرمان يتجهن لابرام صفقة تبدلية في سوق الانتقالات الشتوي المقبل وأوضحت صحيفة دايلي ستار ان ارسنال سيسمح لمهاجمه لتشيلي اليكسس سانشيز برحيله الى باريسان جيرمان مقابل التعاقد مع الالماني جوليان دراكسلر لاعب الفريق الباريسي نهاية الموجس الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة